وللحديث أكثر عن هذا الموضوع مشاهدين ينضم إلينا ويسام أبو زيد مراسل التلفزيون الجزائري بفلسطين عزة صباح الخير صباح الخير إذن للحديث عن هذا الموضوع ارتأينا أن تكون معنا ضيفا للمشرة لهذه المداخلة ومن أجل إطراء الموضوع أكثر ويسام بداية كيف ترى أنت كأعلامي وكصحفي هذه التظاهرة بهذا التوقيت بالذات نعم أي شيء يمكن أن يلفت العالم للقضية الفلسطينية فهو شيء مهم جدا للشعب الفلسطيني الذي يعاني مرارة الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من سبعين عاما هذه التظاهرة الثقافية وغيرها من التظاهرات أيضا حتى لو كانت رياضية أو أنها تظاهرات بشتى أشكالها تكون وترفع العالم الفلسطيني وترفع الصوت الفلسطيني وتكون عند حسن ظن آهات الفلسطينيين في القدس وفي الضفة الغربية وفي قطاع غزة ستكون مهمة ربما هذه الفعالية تكون أيضا أو غيرها تكون عاملا مناسبا لكي تكشف كثير من جرائم الاحتلال الإسرائيلي التي تقترفها هذه قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني على مدار أكثر من سبعين عاما نحن نرى في هذا اليوم هو فرصة مناسبة لكل القوى في القوى العربية والقوى الإسلامية والقوى الشريفة في العالم حتى القوى الدولية أن ترفع صوتها عاليا وأن تطالب بالفعل بإزالة هذا الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق الشعب الفلسطيني حقه تحقيق حلمه في تحقيق الدولة الفلسطينية المستقلة وهذا ما نتمناه جميعا نحن كعرب وكمسلمين بداية يوم الخميس بالتحديد كانت هناك تظاهرة ثقافية هنا بسفارة الفلسطينية وكنت أنت بين الحاضرين كانت فيها تكريمات كانت فيها كلمة للسفير الفلسطيني بالجزائر كلمة قوية نبعة من القلب بكلمات منتقات ومؤثرة كيف كان إحساسك في تلك التظاهرة؟ السفير الفلسطيني يعبر عن الكل الفلسطيني السفير الفلسطيني يعبر عن الرأي الفلسطيني يعبر عن آهات الشعب الفلسطيني حتى تنقل الصورة من داخل فلسطين إلى الشعب الجزائري هنا هذه التظاهرة جاءت على هامش إحياء الذكرى الثالثة والثلاثين للاستقلال التي أعلنها الرئيس الراحل القائد ياسر عرفات هنا من أرض الجزائر هي مناسبة تأتي في وقتها نحاول نحن كفلسطينيين أن نحيي هذه الذكرى على أمل أن يكون عيد الاستقلال يوما من الأيام على الأرض الفلسطينية ونكون قد حققنا فعلا الحلم نحن اليوم نعيش في كثير من الصعوبات الجمة اليوم نتحدث عن أسير فلسطيني نائل البرغوثي قضى في السجن أربعين عاما أكثر من أربعين عاما نتحدث عن استشهاد أسير فلسطيني داخل سجون الاحتلال وهو منهك من المرض هناك إهمال طبي نتحدث عن عزل القدس تقطيع أوصال الضفة الغربية نتحدث عن قطاع غزة حصار قطاع غزة لأكثر من 15 عاما نحن على أمل أن نكون يوما من الأيام في الأرض الفلسطينية هذا الاحتفال أن يكون العام المقبل في الأرض الفلسطينية ونرفع العلام الفلسطيني فيها القدس الشريفة أكيد ومن خلال التقافة ومن خلال تظاهرات التقافية حتى البلدان العربية يمكن أن تبدي مساندتها وتضمنها الكبير مع القضية الفلسطينية من الجزائر إلى تونس وتونس تقيم هذه التظاهرة وفعالية هذا النشاط الذي يعتبر مهما ومهما جدا للتضامن وإبداء التضامن مع القضية ما تعليقك على يعني شيء مهم التضامن التونسي معنا وربما أستطيع أن أعرج على التضامن الجزائري أيضا مع قضيتنا في هذا المقام لأن الجزائر هي نموذج نتمنى من الجميع الدول العربية والقوى الشريفة في العالم أن تحدو حذو الجزائر التي بقيت وما زالت واقفة على موقفها تجاه القضية الفلسطينية وتساند هذه القضية ورغم كل الصعوبات ورغم كل المصاعب التي تحاك والمخاطر التي تحاك في الجزائر على مدر السنوات الماضية ما زالت متمسكة بموقفها هذه التظاهرة في تونس تمثل لنا شيء مهم جدا أن تنشر على الأقل الرواية الفلسطينية نحن نعيش حرب كبيرة مع الاحتلال الإسرائيلي في نشر هذه الرواية من هو الأصدق نحن أم الاحتلال كثير من يحاول الاحتلال في كثير من المواقف على مدار السنوات الاحتلال الإسرائيلي أن ينشر روايته ويحاول أن نثبت هذه الرواية فهذه حرب أخرى ربما هذه التظاهرة تساعد في إفشال مخططاته في حرب الرواية ضد الشعب الفلسطيني سؤال أخير حتى لا أطل عليك ويسام لما تكون متواجد بفلسطين وبتحديد بغزة وتكون مثل هكذا تظاهرات ومثل هكذا مبادرات من قبل شعوب عربية وأشقاء عرب كيف يكون حال الفلسطينيين وكيف تكون ردود أفعالهم الشعب الفلسطيني رغم كل ما يعانيه من تضحيات جسام على مدار السنوات الاحتلال الإسرائيلي سواء من قصف وتهجير وتنكيل واعتقال وغيرها من الأفعال انتقامية من قبل الاحتلال الإسرائيلي لكن يرى في هذه التفاعلات هي مقومات صمود على الأرض سواء تظاهرها ثقافية أو مساعدات إنسانية أو أنها حتى لو بكلمة أنت تعلم حتى الفلسطينيين عندما يرون مثلا عالم فلسطين في أحد المدرجات الرياضية ربما ترتفع عندهم المعنويات ويزيد من صمودهم وصبرهم والجلد حتى على الأوضاع التي يعيشونها أنهم ليسوا وحدهم يعيشون ليسوا وحدهم هم من يتصدر المشهد هناك من يساندهم هناك من يقف معهم هناك من يمكن له أن يدعمهم وهناك من يمكن أن يناصرهم حتى لو كانت ملاعب رياضية كما نراها دائما في الملاعب الجزائرية إذن شكرا لك على هذه المداخلة وسام كنت معنا هنا من القناة الدولية ونحن نؤكد دائما أننا معكم بأقلمنا وبقلوبنا